ديوان الرقابة المالية والإدارية والأداء عن طريق التحقق من تنفيذ القوانين والقرارات وذلك في سبيل حماية الصالح العام للوطني والمواطن في الثالث من يوليو لعام 2002 صدر مرسوم بقانون نصة المادة الأولى منه على أن ينشأ جهاز مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وهو ديوان الرقابة المالية والإدارية ليبدأ بعدها الدوان في شهر أكتوبر من العام 2002 مهمة الرقابة على أموال الدولة ومؤسساتها وذلك للتأكد من سلامية ومشروعية استخدام تلك الأموال وحسن إدارتها بما في ذلك الجوانب الإدارية عن طريق التحقق من تنفيذ القوانين والقرارات الإدارية والرقابية على الأداء وتعزيزاً لدوره الهام في المحافظة على المال العام والتحقق من سلامة ومشروعية أوجه إنفاقه سلمت ديوان تقريره السنوية التاسع عشر للسنة المهنية 2021-2022 في ظل الحرص على تطبيق أعلى درجات النزاهة والمهنية والشفافية في الإعداد والتحري لكل ما نص عليه التقرير وذلك حماية للمصلحة العامة ويتمتع ديوان الرقابة المالية والإدارية بصلاحيات كاملة للقيام بمهام الرقابة بجميع أنواعها عن طريق فحص ومراجعة الحسابات الختامية للدولة وللجهات المشمولة برقابته ورقابة الأداء وفقاً لمبادئ الفعالية والاقتصاد ورقابة الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات والإجراءات المتعلقة بمهامها ومسؤولياتها لتحسين أداء وزارات الدولة ومؤسساتها وضمان الوصول إلى أعلى مستويات الإنتاجية والكفاءة والتوظيف الأمثل لكافة الموارد لما فيه خير وصالح الوطن والمواطن ترجمة نانسي قنقر